اهلا بحضراتكم من جديد مستمرين مع انتصارات الاهلي في كرة القدم ومواصلة كابتن حسام البدري تحقيق الكثير من النتائج الايجابية الحمد لله الاهلي فاز على الداخلية 2-0 في المباراة الاخيرة اللي كانت ضمن الاسبوع العاشر سجل الهدفين وليد ازار وسعد سمير زي ما حضراتكم شايفين ووصل للنقطة 16 من 6 مباريات وله لسه اربع مباريات مؤجلة ان شاء الله تعالى يفوز فيهم الاهلي علشان يرجع للوضع الطبيعي بتاعه في صدارة البطولة المفضلة ارأي المحللين في اداء الاهلي في هذه المباراة واضح يعني كان هناك اشادة باشمهندس بسرعة الايقاع يعني لو فيه ميزة واضحة لأداء الاهلي في الفترة الاخير صحيح انه الايقاع بقى اسرع رتم اللعب بقى اسرع وبالتالي وصول الاهلي الى مرمى المنافسين بيكون متعدد في المباراة اشتركوا في القناة